السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلايس هيا لكي نتابع مهام تختيم جدائب 5 بالنظرة الاولى لا توجد مهمة هنا في منزل فرانكل يعني تقريبا جميع المهام الخاصة بفرانكل قمنا بانهائها لذلك سنقوم بالتغيير لمايكل وسنقوم بعمل المهام الخاصة بمايكل عندنا مهمة في منزل مايكل وعندنا مهمة خاصة بليستر الشيء الذي سأفعله هو أنني سأرى ما هي المهمة القريبة عندي الآن وسندهب لها هنا مهمة مايكل وهنا مهمة ليستر أعتقد بأنني سأذهب لمهمة ليستر لأنني أتوقع بأن مهمة ليستر هي القريبة ها هي سيارة مايكل سأقوم بأخذها وسأذهب عند ليستر عندما سأصل لا سأعود لكم ولقد رسلني ليستر الآن ولاحظوا معي ما الذي قال لي انتظروا ها هو ليستر قال لي مايكل اتمي بي اقوض تايم تستارت ميكين سمووز اند ستوك ماركيت هيرزا لينك تو دم ماركيت تو جيتو سارتد باي لو سيل هاي هل فاهمتم الشيء الذي قال لي إذا جئنا لي ماني اند سرفايس واجئنا هنا للسطوك ماركيت هل هذا هو الموقع الذي قال لي ليستر لس متاكد انتظروا سأقوم بالدخول للرسالة على السريع ذلك هو الموقع الذي قال لي ليستر سأعود له الان ماني اند سرفايس هو هذا قال لي إذا جئت لي ماركيت سيلو اند باي هاي يعني إذا جئت هنا مثلا لهذا الخاص بريشارد ماجيستيكس هل لاحظتم الأسهم الخاصة بي فإنها نازلة لذلك في إمكاني مثلا شراء الأسهم وعندما ستصعد سنقوم ببيعها سأشتري مثلا ألف دولار لقد قمت باستثمار تقريبا ألف دولار وعندما سيصعد سعر سأقوم ببيعه وكذلك سأشتري الان لأنكم إذا تذكرتم فإننا قمنا بقتل صاحب لذلك فإن الأسهم لقد نزلت كثيرا سأقوم باستغلال الفرصة وسأشتريها وبعد مرور سنوات تأكدوا معي بأمن هذه الأسهم فإنها سترتفع وسنستطيع بايها بمبلغ هائل جدا المهم سأذهب الآن عند الليستر وعندما سأصل له سأعود لكم وأنا ذاهب عند الليستر لقد اتصل برقم مجهول من هو هذا الشخص؟ ووو ريكي الذي كان يشتغل في اللايف انفيدر ممتاز لقد استمعت للمكالمة الشيء الذي حدث هو أن هذا الشخص الذي اسمه ريكي لقد قام بتعقب مايك لا أعلم كيف استطع فعلها لكن قام بتعقبه وقال لابي أنه مع الأسف شديد لقد قاموا بطرده من العمل هو وبعض من الأشخاص أعتقد بأنهم لم يعودوا يربحوا المال لكي يدفعوا المبلغ الخاص به لذلك قاموا بطرده واتصلوا بمايكل لكي يبحث شلام مايكل عن عمل وقد جئت عند الليستر اوه يجب عليها تغيير الملابس وها قد وصلت لمحل بيع الملابس وأماندا اتصلت بي مشكل أنا أعتقد بأن رجال شو تقابوا بالإمسك بأماندا في هذه اللقطة اوكي 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 لا تتكلم يجب عليها مساعدة أماندا بعدها العودة عند الليستر مع الأسف لأن هذه المهم فهي كذلك مهم داخلة في لعبة جتئة لذلك يجب عليها مساعدة اماندا أنا أتوقع بأن في هذه اللحظة فإن رجال شرطاء هم الذين قاموا بالإمسك بأماندا ولقد قمت بعمل تجربة ونشرت الفيديو عنوانته ما الذي سيحدث إذا لم نقم بإنقاذ اماندا ولقد حدث شيء رائف جدا أصحكم بأن تقوم بمشاهدة ذلك الفيديو كذلك لأنها حلقة مميزة جدا وها قد وصلنا للمكان هاي اماندا إن رجال شرطاء ها هم اوكي 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 ممتاز الشيء الذي سأفعله هو أنني سأحاول الاقتراب وسأحاول الإسراع وسأسرق سيارة الشرطة وسأنقيد اماندا زوجتي اماندا يجب عليها انقاذها سأتوقع لا تقلق يا اماندا لا تقلق سأنقيدك الهلكابت الخاصة بالشرطة جاية من هناك إذن سأذهب من هذه المنطقة فقط أسكوتي أسكوتي يا اماندا وتركويني لكي أركز في السياقة لا تقلق والقفز السلام عليك ها هو المكان هذا هو المكان الذي أفضل للهروب من رجال الشرطة لا تقلق حسنا لقد دخلنا أنا متأكد بأننا هربنا من رجال الشرطة الآن وها قد هربنا من رجال الشرطة ما رأيك يا اماندا لا تقلقي لقد أحضرتها ليدا النفق العجيب جدا أول مرة ستدخل اماندا ليدا النفق المهم هيا سنداب سنقوم بإعادة أماندا للمنزل لقد أنقضت أماندا وفي الأخير فإنها تتعارك معي أسكوتي يا أماندا أسكوتي أماندا أزعجتني كثيرا صراحة بكلامي المهم عندما سأصل للمنزل سأعود لكم وها قد وصلنا لمنزل مايكل وأعتقد بأننا سنقوم بعمل مهمة الخاصة بمايكل ما لأسف بما أننا جئنا لمنزل مايكل فمن الذكاء القيام بهذه المهمة لا تقلق لا تقلق سأقوم بإبعاد السيارة شكرا شكرا على الأقل أنك قلت شكرا قالوا لي بأن يجب علي إبعاد السيارة لكن لا يهم سأترك السيارة هنا سأترك للمنزل حسنا سأدخل للمنزل لكن علامة التي كانت موجودة في المنزل قد اختفت هل تلك المهمة هي مهمة إنقاذ آماندا إذا لم أقم بعملها فإنها تختفي هذا الصراح ما أعتقدها المهم سأأتي إلى هنا وسأقوم بتغير الملابس لليستر لأن ليستر يريد مني أن أرتدي مثل هذه الملابس انتظروا سأريها لكم مثل هذه الملابس إذن سأختار هذه مثلا وسأتجي نحو ليستر وها قد وصلت مرة أخرى عند ليستر أتمنى صراحة أن يقبل بي ليستر هذه المرة لأنني غيرت الملابس أهلا يا ليستر كيف حالك وامتاز سنبدأ المهمة الآن والناس في أنهم يقومون بعملية الخياطة السلام عليكم كيف الحال ها قد دخلنا سلامونا سنبدأ العمليات أول ما تجرس نقوم بسرقة هي فهو محل المجوهرات هنا فإنما يمكن أن تكلم عن مدرازو وقال لها بأن مدرازو أعتقد مدين لها ببعض من المال يجبو عليه إعادة المال له وهناك العديد من المشاكل لذلك يجبو عليها سرقة البنك هنا سيتكلم عن نيكو ليبرت سيتي إستن يوروبين أوه هنا فإنه تكلم عن نيكو لكن قال لها يعني بأنه اختفى وبعد بحثنا الدقيق لقد اكتشفنا ما الذي حدث لنيكو وهو أنه مات ومع الأسف الشخص الذي قام بقتله كنا نعتقد بأن رجال شرطهم الذين قاموا بقتله لكن الشخص الذي قام بقتله فهمنا هو تريبر تخيلوا ما يا شباب شيء رهيب جدا وبالدليل والبرهان لقد نشرت العديد من الفيديوهات حول هذه الأمور أنصحكم بأن تقوموا بمشاهدتها كذلك نيكو بيليك وستورة جتا اي فور مات في سين اندرياس وها قد وصلنا للمكان ما الذي يجب علي فعله الآن حسنا أوه سأذهب لي محلة مجهورات ممتاز ممتاز أنا أتذكر هذه المهمة جيدا كاميرا أوه لقد دخلت الآن للكاميرا الموجودة في النظارات ممتاز ممتاز مايكل يتمشى الآن لا يريد الجري فتح لي هذا الشخص الباب شكرا لك شكرا لك أوه لقد قمت كذلك بعمل تجربة خاصة بمحلة مجهورات أوه هناك كاميرا في تلك المنطقة آه هي هناك كاميرا كذلك هناك آه هي هناك كاميرا كذلك هناك آه هي ما رأيك حسنا سأتكلم مع الأسسسنس لكن هل يمكنني الدخول لهذا الباب ووو لقد فتح لي هذا الباب مايكل واس بوسوش أنترين آه هذا هو مكان الماناجر مكان المدير هذه المرة فإن غرفة المدير مفتوحة أثناء سرقتنا للبنك فإن تلك الغرفة كانت مقفولة شيء عجيب جدا حدث الحمد لله أنني قمت بالدخول هناك رغم أننا فشلنا في المهمة لكن لا يهم الأمر سأتي هنا للأسسسنس لكي أتكلم معها واحد منهم ألعافو ألعافو يا أنسة تحياتي لك من عندكم مجوارات جيدة جدا مايكل الآن يخدعوها قال لها بأنني أريد تراء مجوارات لزوجتي مجوارات جيدة جيدة جدا لا تزدى بلا اي مكان العافو تحياتي لك شكرا لك شكرا على فتح البقاء شكرا تحياتي لك ممتاز أوكي أوكي سأدخل الكيب باد انتظر انتظر هنا هي الكيب باد ها هو الألارم سيستم هاده هو الألارم كيب باد ممتاز ممتاز لقد فهمت الان ذلك الجهاز والذي يقوم بعمل ذلك الصوت المزعج لكي يأتي يا رجال الشرطة اثناء عملية السرقة لقد قمنا بأخذ صورة لا لا أعلم ما الذي سيفعل لكن اتوقع باننا سيحاول تعطيلها المهم سنحاول السياق هنا الروف فانها موجود في هذه المنطقة يجب علي الان اكتشاف السطوح لكي استطيع الصعود للسطوح وبعدها سنقوم برامي تلك القنابل دخانية اذا كنتم تتذكرون وبهذا فان العمال سيموتون انا اتذكر صراحة هذه المهمة جيدا لكن انا متشوق لكي اقوم بعملها بالفرست برسن اول مرة سنقوم بعملها هذه المهمة بالنظرة الاولى الريح فانها تخرج من هذه المنطقة انشادر انشادر سأريك سأريك يا ليستر هذه الامور صراحة فانني اتذكرها جيدا هناك بعض الامور التي اتذكرها جيدا وهناك بضعة امور لا اتذكرها بعض من شباب لقد قالوا لي على صفحة الفيسبوك وكذلك في التويتر اذا لم تكنوا تتابعوني على الفيسبوك او تويتر فانصحكم بان تقوم بمتابعته لانني متفاعل كثيرا هناك وقالوا لي بانهم يريدون مني تختيم لعبات جيتا السنة الرياس ان شاء الله سأقوم بتختيمها عندما سنوني تختيم لعبات جيتا اف 5 بالنظر الاولى ان شاء الله سنقوم بتختيمها كذلك هذه الصورة لقد اخذتها لليستر الان ما علي فعل فقط العودة للسيارة اوكي اوكي لا تتكلم انا اتبع يا ليستر الان سنعود للفاكتر الخاصة بليستر وها قد وصلنا للفاكتر الخاصة بليستر ممتاز قمنا بالذهب لمحل المجوهرات استطعنا اكتشاف جميع الامور التي سنحتاجها لكي نقوم بسرقتين وها قد عودنا للمكان تلك الانيسان قد قامت بإحضار الصور ليستر جميع تلك الصور التي قمنا باخذها قبل لحظات ها هو ليستر سيقوم بتستفيع في الصبور عنده هناك طريقتين اما ندخل بذكاء اما ندخل بقوة فاهمت الآن طريقة قيامنا بهذه المهمة كيف سنقوم بعمل هذه المهمة اما سنقوم بعملها لود يعني سندخل وسنهجم عليهم وسنقوم بسرقة الامور او نقوم بعملها سمارت بذكاء بالنسبة لي اخر مرة لعبت في هذه المهمة فانني قمت بعملها سمارت الشيء الذي سافعله هو انني سأغير المهمة للاود سندخل وسنقوم بتدميرهم سنحتاج لسائق ساختار ارخى السائق وهو هذا الشخص سيموت اثناء قيامنا بالمهمة على ما اعتقد لي انه سيسقط من دراجته لكن عندما سيسقط سأستطيع اخذ المال لذلك فاننا لن نضيع في المال ان شاء الله هنا بالنسبة للاسلحة ساختار هذا الشخص لانه محترف سيأخذ اربعة عشر في مئة لكننا نحتاج الشخص ما جيد في الاسلحة لاننا لن نقوم بعمل مهمة بذكاء بالنسبة للهاكر لن نحتاج لي هاكر جيد لذلك اتوقع بانني ساختار هذا الشخص لقد تكلم معي قبل لحظات وقال لي بانه يحتاج لعمل لذلك ساختاره واتوقع بان هذا هو الفريق نعم نعم انا متأكد هذا هو الفريق ممتاز ممتاز ليستر فرحان حسنا جيد سيتكلم معي عندما ساقوم باحضار جميع الاشياء ليستر سيقوم بعملية لقد قمنا بانهاء المهمة بنجاح الشيء الذي يجب علينا فعله الان اذا كنتم تذكرون هو انه يجب علينا التجول في اللعبة وفي الخريطة ويجب علينا ايجاد الاشياء التي سنحتاجها لكي نقوم بالعملية قد اتصلت بالفراكل الان لكي اقول لا بانه عندنا مهمة وهي مهمة خطيرة جدا سرقت على مجوهرات قلنا بانه ليستر سيتكلم معه كي يعطيه مزيد من تفاصيل لكن بالنسبة لحلقة اليوم ساقوم بينا ايهونا اذا عجبتكم فلا تنسوكم بدعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا الفيديو كذلك مع اصدقائكم استودعكم الله الذي لا ترضي ودائع والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة